خلينا نتكلم النهاردة فيه أحداث مهمة جدا جدا في النادي الأهلي كان فيه النهاردة اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اتخذ خلاله المجلس العديد من القرارات يعني كان أهمها أكيد أن الإدارة بتوجه الشكر والتحية للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي عن الفترة اللي أضاها طبعا بإخلاص على رأس الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي طبعا تمنى طبعا المجلس كله كل التوفيق والنجاح في مهمة طبعا سيد محمد مرجان الجديدة وهي تعيينه واستلامه مهم عمله نائبا لرئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية اللي طبعا النادي الأهلي بيعتز بيها جدا جدا وبيسعد كثيرا بشاركته النجحة معاه من خلال طبعا مشروع الوحدة الاقتصادية الرائع جي قرار مجلس الإدارة في زل طبعا التأكيد القاطع من جانب اللجنة القانونية بالنادي وبرئاسة طبعا المستشار محمود فهمي على أن الجمع ما بين المنصبين في النادي والشركة في وقت واحد ده في تعارض للمصالح فضلا طبعا أنه كمان بيخالف السوابت وقيم النادي الأهلي ولقاحة النظام الأساسي للنادي وبالتالي طبعا قرر المجلس تكليف كمان الأستاذ إبراهيم الكفراوي عدو مجلس الإدارة بالقيام بأعمال المدير التنفيذي متطوعا وبدون مقابل لحين طبعا اختيار مدير تنفيذي جديد يعني عايزين نقول شكرا طبعا السيد محمد مرجان أعتقد فترة رائعها أضاف النادي الأهلي على المستوى الإداري على المستوى المساعدة على مستوى نكلمش على الكرة بس لكن بصراحة كان بيقوم بدور أكثر من رائع وهو مدول ولاد النادي الأهلي كل التوفيق ليه طبعا فيه منصبه الجديد فيه طبعا نائب رئيس شركة استادات الوطنية اللي عندها شراقة أكثر من رائع مع النادي الأهلي